يقول طلعت صرخة من الحية تأنها صرخت شخص وأسمع صمخة ذا الباب يقول ذا الباب وين؟ ددوف 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 يقول هنا خفت طرام عليكم ساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله والله العظيم ويشهد علي ربي أني أتعب وأنا قاعد أمدحكم الله يعطيكم ألف عافية شكرا شكرا بما تعنيه الكلمة الكل شخص قاعد يكتب كومنت إيجابي تحت في الكومنتات والكل شخص قاعد يستخدم مقاطع ينزلها في التيك توك وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد الله يعطيكم ألف عافية شكرا على كلامكم حرفيا الهيجابي وخل نبدأ يا جماعة الخير في قصة اليوم ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة حبيبي وعزيز المتابع وتفعل جرس التنبيهات وهذا سنابل جديد موجود تحت هنا يلا خل نبدأ مثل ما نعرف يا جماعة الخير في القصص إما تحكي لنا مستقبل وإما تحكي لنا ماضي في الماضي نتعلم منا أخطائنا ونحذر منا في المستقبل والقصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم ترجع الشخص اسمه سالم خل نفصل لكم عائلة سالم عائلة سالم يا جماعة الخير مكونة من ثلاث أخوة وبنت وحدة في البيت وأب وأم وكلهم موجودين على قيد الحياة يقول سالم كنت أدرس في المرحلة الثانوية ودائما أنظري لحال أهلي حال أهله كانت شوي متردية من ناحية الدخل المادي كان دائما يفكر في الوظائف اللي بعد الثانوي وتعطي رواتب عالية يقول سالم ذاك اليوم دخلت المدرسة وأي سؤال معتاد يقول لنا المدرس وش بتصيرون إذا طلعتوا من الثانوية هذه يقول اللي يقول هناك أبغى أصير طيار واللي يقول هناك أبغى أصير ضابط واللي يقول هناك أبغى أصير مدير في قسم معين وكل واحد قاعد يتكلم عن طموحها اللي قاعد يعده ولكن لسان حالي الداخلي يقول ايه هذولي ناس مرتاحة فأكيد أنها راح تدرس وتفكر في الدراسة بسبب أن عائلتهم بصحة وعافية ومتعافين ماديا يقول لهم هم قاعد يمر على الطلاب وكل واحد يقول لها وش بدك تصير إذا قبارت وهذاك يجعب كل حماس أنا والله ودي أصير دكتور والثاني مهندس لين وصل الدور علي وأنا كنت مستحي مرة وما أدريش أقول له قلت له والله يا أستاذ أنا ما أدريش راح أصير ولكن يا أستاذ إن شاء الله أني أكون شخص يقدر يعين أهله على مصاعب هذه الحياة يقول والله ما أدري كيف ربي أنطقني يقول بالعادة المدرس وهو يمر أنت وش تبغى تصير وش تبغى تصير يمر بسرعة إلا عند هذه يوم قلت له الكلام هذا ناظر فيني كذا المدرس قالي المدرس الله يوفقك وسهل أمورك وطبعا يا جمعة الخير سالم عنده خويين خالد وسعد يقول سالم أخويائي خالد وسعد كانوا خلفي أول شي خالد وبعدين سعد في النهاية ومر على سعد وقال له ها سعد وش ودك تصير قال له سعد والله يا أستاذ أنا أحب الأمور الميكانيكية وأصلا أبوي مهندس ميكانيكي حق آلات ومعدات وفك ورب قال للمدرس حلو ما شاء الله عليك يعني بتلتحق بشي أبوك قذلت حق فيه قال له إيه نعم قال فالك التوفيق ورا عند خالد قال له ها يا خالد وش ودك تصير لطلعت من الثنوي قال له خالد والله اسمع يا أستاذ أنا أول ما أطلع من الثنوي رح أدرس في شركة مخصصة في النفط وإدارة النفط وبعد ما أدرس عندهم سنتين أو ثلاث سنوات رح أكون شغال معهم والشركة هذه كبيرة ومعروفة عندنا قال له ممتاز يا خالد وفالك التوفيق يقول لهم عدة تعداد اللي قاعد يعدها لأستاذ نفسه وانتو اش تبي تصير واش تبي تصير واسمع دكتور ومهندس وطيار وكلام معاد يقول ولكن اللي لاحظتها انت سعد وخالد طموحهم مختلف مرة واحد قال أبغى أصير ميكانيكي والثاني حد التخص أنه يبغى يشتغل في مجال النفط انتهت الحصة الثانية والثالثة والرابعة جت على الحصة السادسة والحصة السادسة يكون هي الحصة اللي يجي فيها وقت صلاة الظهر يقول إلا الإمام يكبر الله أكبر يقول أنا كنت قاعدة توضى ومستعجل قاعدة غسل واتمضمض يقوله شوي إلا جاء الأستاذ اللي كان عندنا وقاعد يسألنا قال لي سالم كيف حالك طيب توضى شوي شوي وبعد الصلاة تحل المكتب أبغاك شوي قلت له بشر يا سادسة أخلص من صلاة الظهر وأجيك وين أجيك فيه بالضبط قال لي تعال لي في غرفة المدرسين اللي موجودة في الدور الثاني قلت له يبشر من عيوني يقول وأصلي مع الجماعة الله أكبر وأخلص الصلاة يقول وأروح وأنا ماشي باخذ عالي اللي موجودة جنب السجاد الله يكرمكم يقول وألبسها وأرقى مع الدرج وأروح له قلت له وأطق الباب طاق 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 مين؟ قلت أنا سالم يا أستاذ قال أبد أدخل سالم يقول وأدخل وأقعد على الكرسي قال لي كيف حالك سالم طيب إن شاء الله ترى والله بخير يا أستاذ يعني وش حاصل يا أستاذ تبغاني قال لا لا الموضوع بسيط شوي يقول ويرفع زمزمية الشاهي ويصب لي وحط الكاس قال لي يشرب اشرب واشرب شاهي كان لي سالم بسألك سؤالي شوي حساس ولكن يا سالم أنا أعدك مثل ولدي ولا أبغاك تستحي مني تعلمني كيف حالتكم المادية في البيت لو حالتكم المادية سيئة أنا راح أجيب لكم أهل الخير لين بيتكم إذا كانت حالتكم المادية متوسطة فأنا راح أكون المرشد الخاص فيك يقول سالم جوابك كان مختلف عن الطلاب الموجودين جوابك كان قاعد يبين شي مهم شي يبين قيمتك ومعدنك الحقيقي إنك شخص تبغى تعين أهلك في عصر حياتهم قلت له والله يا استاذ اسمعني إن حالتنا المادية والله مو كويسة ولكن في ناس أحوج مننا في الصدقة والله يعطيك ألف عافية يا استاذ أما الشي الثاني يا استاذ واللي قلت لي عنا إن كنت تبغى توجهني وش تشوف الحل الأمثل اللي راح أقدر أطلع منه فلوس وأشتغل فيه قال انت سعد وخالد أخوياتك شوف واحد من أخويات قال إنه يبغى يصير ميكانيك والثاني محدد مجاله إنه يبغى يروح مجال النفط أنت أبوك ويش يشتغل يا سالم قل أول ما قال لي أبوك ويش يشتغل والله دارت فيني الدنيا ولا أبغى أقول له وعلمه إن أبوي يعاطل على العمل له فترة طويلة وإن أبوي يمشي يمشي حياته من فلوس من عماني هذا يعطيه وهذا يعطيه وخالي يعطيه أمي برضو في نفس الحكاية قلت له والله أبوي يشتغل أعمال حرة قال لي مثليش أعمال حرة يا سالم قلت يعني يبيع أشياء ويشتري أشياء قال كيف هل هي تغطي الحاجة لا تكذب علي يا سالم اعتبرني أبوك وأخوك الكبير وأنا والله يا سالم أدري إنك شخص بعقلية علمية ولكن ظروف الحياة ممكن ما تخليك تكمل علمك وأنا أرى فيك في يوم من الأيام راح تكون شخص كبير في هذا المجتمع أتمنى إنك تبسط لي الأمور وتقول لي يقول سالم قلت شف اسمعي السابق والله حالتنا المادية سيئة وأبوي يمشي من فلوس من عماني ومن خوالي ولكن تكفى خلي الموضوع هذا سر ولا أحد يدري فيه لأن تعرف أنت الطلاب اللي عندنا لو أقول لهم أن أبوي بهذا الحالة على طول راح يتكلمون علي ويصورون يتنمرون ويقولون كلمات أنا ما أبغى أسمعها وأنت برضو ما تبغى تسمعها بما أني أنا مثل ولدك يا أستاذ أتمنى الكلام هذا ما يطلع ولكن حالتنا المادية سيئة يالله طيب اسمع أنا جيتك أصلا بسبب هذا الشي كنت أدري أن حالتكم المادية سيئة ولا أخفيك والله سألت المرشد الطلابي حق المدرسة فعندنا المرشد الطلابي هذا مرشد من النخبة الموجودين عندنا يعرف حالتكم المادية وكيف وضعكم ويتبع كل طالب ويعرف كيف حالتها المادية يعني أنت يا سالم لو تجيني مقصر في واجباتك ما راح أعاملك نفس أخوياك لجنبك لأن أخوياك مرتاحين في البيت وأمورهم زينة أنت أدري أن عندك ظروف بعض الأحيان في الحياة وتلاحظ أني دايما قاعد أساعدك وأقدم لك يد الخدمة استغرب سالم يعني الأستاذ هذا كان يرحمني بسبب أن المرشد الطلابي كان يقول لبعض الكلمات اللي علم في حالات الطلاب الموجودين والله إن خير الأساتذة اللي قد مروا علي قال اسمع أنت فراسك دراسة وتبغى تدرس أطني من الأخير تبغى تدرس ولا لا إذا تبغى تدرس أنا بكلم لك أحد الجامعات اللي عندنا تدرس عنده وإذا لا والله تقول أنا يا أستاذ ما أبغى أدرس ولكن أبغى أشتغل شغله تجيب فلوس قال له سالم والله اسمع الأستاذ بكذب عليك إذا قلت لك أبغى أدرس وأنا قاعد أفكر في أهلي فأنا والله ودي أجيب فلوس ودائما أحطي أبوي وأمي عشان ما يمدون يدهم لأي شخص كان من كان لأن والله إذا قعدت في مجلس عماني عيال عماني يقطون كلمات بعض الأحيان توجعني وبعض الأحيان ما يخذوني معهم بسبب يدرون حالتي المادية سيئة وأنا أدري أنهم يسويون الشيء هذا فقصوا دن عشان بس يقهروني ولكن ربي كريم وإن شاء الله ربي بيرزقني يقول سالم قلت للكلمات هذه شوي الأستاذ قال لي أسمع سالم أنا أخوي عنده شركة مخصصة بالنفط شركة حق التنقيب ورواتبها مرة كويسة إذا في أحد من أخوانك يبغى يشتغل أو أنت افعلمني ولكن يا سالم هذه مشكلتها مشكلة قلت وش مشكلتها؟ قال مشكلتها أنك الدوم في مناطق بعيدة ولكن ميزتها رواتبها عالية مرة يعني راتبك ممكن يصير دبل رواتب الناس اللي يبغون يدرسون ممكن راتبك يكون عالي مرة ولكن تحتاج وقت كبير ورح تكون في غربة بسيطة ما رح أقول لك غربة كبيرة ولكن غربة بسيطة قال لا خلاص تم ما عندك مشكلة وش هذه الشغلة؟ قال اسمع شركة أخوي مخصصة لإدارة الشركات الكبيرة حق النفط مخصصة لتشغيل المكاين والموضخات والأشياء هذه بكلم لك أخوي يوظفك عنده وأول راتب راح تستلمه 15 ألف يقول سالم استهنسته والمقال 15 ألف وحسيت أنه شيء عجازي أنا بعد الثنوي أستلم 15 ألف شلون؟ قلت ليه يا استاذ متأكد أنت قال موضوعك عندي أبدا تخرج وإذا تخرجت تعالوا كلمني أو أقول لك اخذ رقمي وسجل عندك وصدق الأستاذ يقوم ويعطيه رقمه ويسجل رقمه سالم كامل ويحفظه عنده وينتظر المرحلة اللي يتخرج فيها يقول سالم والله درست حفل التخرج وجت الإجازة قلت لنفسي الإجازة والله مرح أدرس مستحيل أني أدرس لو إيش فبريح في الإجازة وإذا جت وقت درستهم للجامعة بروح أكلم الأستاذ عشان أشتغل معه المهم يقول جت الإجازة وخلصت الإجازة في لمحة بصر والله ياهي مرت سريعة وكنت مستانس ومضايق لأن تعرف بعد ما تنتي الإجازة وتجلس مع أخيك ويقول والله أنا أقبلوني الطب وأنا أقبلوني الطيران وأنا أقبلوني قسم الميكانيكا يقول هذا الشي كان يوجعني شوي لكن قلت أملي في الله ثم الأستاذ حقيلي في المدرسة ألمهم درسوا أهم وأخذ جوال أبوي ذا كل يوم طيطي طيطي طيط سلام عليكم أستاذ كيف حالك طيب عليكم السلام من معي قال أنا والله سالم قال أهلا سالم ها وش قلت جاكلك دقيت عشان موضوعنا القديم قال والله يا أستاذ أني دقيت عشان موضوعنا القديم يا أستاذ والله أني أبغى توظف قال وبدأ أنا راضي بكل ظروف العمل الصعبة ما عليك قال خلاص أبغاك بكرة تلبس لبس زين وتجيني في شركة أخوي وأنا بروح أدخل عليه أنا وأنت قلت له تمام واروح لأبوي وأمي وأقول لهم السالم قلت يبه في وظيفة أتوظف بعيد وأدير المضخات الخاصة بالنفط ولكن أمكن أداوم أسبوع وأفك أسبوع ولكن يا يبه طارف لوس عواجب هلأ كم؟ قال راتبها الأول يقول 15 ألم قال إي نعم أنا سمعت أن الصدق اللي يدوموني هناك رواتبهم كذا قال لي أبوي والله الأمر بين يديك يا سالم ولكن لا تشتغل إلا إذا أنت تبغى ولا تعتقد أن في ظروف الحياة الصعبة هذه رح نطلب منك أنك أنت تشاركنا في فلوس البيت أو في نفقات البيت ولا تجي لهم وركز على نفسك يا سالم ويرسم مستقبلك بالشكل اللي أنت تبغى فيما أنك أنت خرجت من الثانوي فأكيد عقلك في راسك ولو نصحتك ما ينفع لأن دائما الإنسان ما يقتنع إلا في سوية راسك تقول سالم والله كلام أبوي حقيقي وواقعي أنا مستحيل أرضى عن نفسي إلا إذا كديت على أهلي وأنام وأصح اليوم الثاني وأتصل مباشرة على الأستاذ وأخذ جوال أبوي وأفصلها من شاحن طيطي طيط أستاذ وين تواجه؟ أرسلي لوكيشن يبعد عني ما يقارب 8 كيلو وأطلع وأقابل الأستاذ عند شريكة كبيرة وفخمة كانت الشركة هذه بحدود بحرية يقولوا لمهم وصلت عند الشركة ونزلت وقابلت الأستاذ هلأ والله سالم وأقوم أبوس على راس الأستاذ ويمسك يدي ويدخل معاين وجينا عند البوابة ووقفنا واحد قال وين رايحين؟ يقول قال للأستاذ أنا جايك من طرف أخوه وعرف هذاك ودخلنا وصلنا ليه مكتب أخوه ذاك المكتب الفخم اللي يفتح النفس والله وندخل إلا أخوه كان شخص بشوش حبيب واضح فيه إنه إنسان طيب وفيه قبول غير طبيعي فأمنت إن هذا التوفيق جاي من ربي سبحانه وتعالى يقول سالم المهم وأدخل على مدير الشركة اللي هو أخو الأستاذ ويسلم علي مدير الشركة كيف حالك طيب ومورك زينة والله بخير قال لي أنت كيف وضعك مع العمل حب تشتغل ولا ما تريد تشتغل ولا أنت من اللعابين يقول قام أستاذي وتكلم معاه قال والله اسمعي بوفلان الرجال هذا حالته كيت 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 وأنا أراه شخص ملتزم ما قدغاب عندنا في المدرسة وشخص متواضع وشخص ما يترك صلاة شخص مرة محافظ فأنا طلبي منك إن كنت توظف هذا الولد عندي مثل ما كلمتك قبل أن وهذا الولد اعتبرك أنه ولدنا وما تدري وين رزقك يمتد بعد ما توظف هذا الولد يقول قال مدير الشركة ويضحك قال يالله يا كريم بعد ما وظفك إن شاء الله أني أمتد وأصير أطلع البترول من البحر يقول هنا ارتحت وعرف من دوامي ما رح يكون في بحر قال لي اسمع نحن الشركة نشتغل في مناطق برية بعيدة شوي ونحط مضخات ولازم في ناس يكونون عند المضخات هذه يشغلونها ويقفلونها ويعلمون ناخطاها أول ثلاثة شهور رح تكون في لحظة تدريب لحظة تكون مع مهندس يعلمك التشغيل وكيف تشغل وكيف تحط قال في لحظة تدريب هذه ما رح ينزلك مبلغ كامل رح ينزلك ستة ألاف أو سبعة ألاف لين تخلص فترة تدريب وأول مربوط لك بعد فترة التدريب رح يكون أربعة عشر ألف يقول هنا يقنت إنه شكله ذا صادق يقول شو يقال لي ولكن ترى دوامك أسبوعين وتفك أسبوعين يعني تدوم 14 يوم وتريح 14 يوم قال أنت موافق قال أنا موافق ما عندي مشكلة تم قال أجل فالك التوفيق يقول إلا قاعد جنبه في تليفون تاك 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 سلام عليكم وعليكم السلام نادولي كبير المهندسين ويأتي كبير المهندسين عنده قال لي أبغى مهندس توظفه على هذا الشخص يعلمه ويدربه بشكل ممتاز ويكون يقدر يشغل الألات الميكانيكية قال لي أبشر يقول سالم وأمشي مع هذا الشخص وكان شخص والله محترم كيف حالك طيب أمورك زينة يقول وامشي معاه إلا يوظفني عند شخص اسمه فهد فهد الولد هذا معك أبغا يتدرب ثلاثة شهور وموره زينة يقول فهد شخص راعي ضحك يقول شخص منتي راعي ضحك مرة قال لي ها وش عندك تبغى تشغل المكان الكبار هذه يقول قلت لأ إي بإذن الله أني أقدر أشغلها وقاعد يضحك يقول شوي طلع كبير مهندسي من عندي وقال لي وقلت لحينا القديم اللي أنا ساكن فيه كان ليه خلاص زينة قلت ليه كان لا بس أبغا أشوف أنت متعود على صوات الغريبة اللي تطلع ولا لا يقول أول ما قال الكلمة هذه ما فهمتوش قصده كنت يعني متعود على الازعاج صح يا مهندس فهد قال لا 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 ما عليك لاتش ينهمل أمور زينة المهم بنطلع أنا إياك الآن في الشمس أبغاك تلبس اللبس هذاك شوفه وقدك أو لا قل والله وألبسه وجاه مناسب لي وألبس اللي هي الطاقية هذي حقة الصدمات والأشياء ذي قل والبسها وأطلع معاه يقول وحسني وأنا قاعد أمشي حسني إنسان فخم كذا اللبس حلو مرة يقول نيجي عند المكينة ويقعد يعلمني ويشرح لي وكل شي يقول صرت كل يوم أجي عنده وهو يجيب معاه فطور ويناديني أفطران إياه كل أسبوع يطلع لي بسالفة قال اسمع تحرف الوظيفة هذه تعتمد عليش يترى تعتمد عليش يا مهندس فهد قال أول شي لازم تتوكل على ربك وتقرأ ذكارك زين بعدها تعتمد على قوة قلبك تقول أنا ما فهمت قصده في البداية في الكلام ذا ولا فهمت تلميحاته اللي قاعد يرسلها مع الفطور قلت لها بإذن الله إنه متوكلين على ربنا ولكن يا مهندس فهد متى أبدأ أباشر في العمل قال لي توك توك خلني أدربك كل ما طالت فترة تدريبك كل ما كان موضوعك سهل هناك قال بدال ما خليها ثلاث شهور وش رايك أسحبها لين خمس شهور قلت له لا أنا بغتدرب بسرعة وأبدأ شغلي كان المهندس فهد ما يدري إن حالتنا المادية سيئة قال لي خلاص بكيفك طار يدربني وينزل راتبي آخر الشهر ستة لاف وشوي يقول وأخذ منه وأعطي أبوي فلوس وأعطي أمي فلوس يقول يا أخي يوم شفت فرحتهم والله يسعدك ويرزقك والدعوات الجميلة هذه تمنيت معاي فلوس الدنيا كلها عشان أعطيهم إياها المه يوم من الأيام بعد مرور ممكن شهر كامل صرت متمكن من هذه الألعات ورحت للمهندس فهد وقلت له مهندس فهد وش رأيك تنزلني في الميدان وأصير أشتغل لأني أنا والله كنت مستعجل إني أستلم الراتب كامل قال لي المهندس فهد أصبر شوي يا سالم والله نصيحتي لك أنك تصبر وتتمرن زين لأنك في المنطقة اللي راح تروح فيها ممكن تكون الحالك فأنا أبغى علمك على كل شي لو صار حريق لو صار أي شي إلا أنت تعرف تتصرف في المواضيع هذه يقول قلت أنا خلاص أبد بسوي لي إن تبغى وصير أستمر معاه في التدريب وصدق فيه أشياء ما كنت أعرف لها وكانت فيه أعطال تطلع في المكاين صرت أعرف أحلها بسرعة يعني صرت متمكن في خلال شهرين ولكن أنتظر الشهر الثالث عشان أروح للمنطقة الجديدة اللي راح أدعوم فيها يقول المهم لحط في المهندس فهد كل ما قابلني وسلم علي والكلام هذا كان فيه آخر شهر يحن يقول لي ها قريت أذكارك اليوم ياخي لازم تتحصن نازم الحصن مهم أنك تحصن نفسك قال اقرم معوذاتك بشكل كامل كل يوم ولا تنسى أذكار الصباح والمساء وكان برضو يحرصني أني أصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة يقول ما كنت أدري وشي بغى يرسلي المهندس فهد ولكن انتهت الثلاثة شهور التدريبية جاء الوقت ليسلمون لي مفتاح سيارة جديدة ويسلمون لي أدواتي وأباشر في المنطقة حقتي يقول لا أخفيكم في أول يوم لي من المباشرة قال لي المهندس فهد خلاص أنه راح نخويك ونوصل كلين منطقتك عشان أدلها يقول كانت السيارة كبيرة وحقها تبر يقول واشغلها وصير الحق المهندس فهد يقول كنا نمشي في طريق معبت طريق مزفلة بالكامل يقول شوية اللي قدامي يطلع لي منطقة فوقها مغطيها تراب السحراء يقول نرقاها بالسيارة وباليالله ننزل وعلى هذه الرحالة يقول قطعنا ما يقارب 160 كيلو و165 كيلو في منطقة برية بلا خدمة نهائيا الدرجة كانوا يعطوني أجهزة ندى عشان لو صار أي شيء يكون معاي جهاز ندى أنا دي أخوياي اللي في المنطقة هناك يداومون بعد 165 كيلو قال لي المهندس فهد في جهاز الندى اطلع على الرادمية هزار قلت لهبشر واطلع على الرادمية وندخل على التراب ونوقف على جم وصير ينسم كفرات السيارة عشان السيارة ما تغرز داخل البر وصيروا ننسم كل الكفرات شوية عطاني جهاز صغير والجهاز هذا مخصص للبر قال هذا الجهاز يعلم كل المناطق اللي راح تمشي عليها بدون اتصال الي هو جهاز اتوقع ما جلان إذا ما خاف ظني يقول والله ونطلع على ذا التربان ونقطع ذا السيوف ونمشي على ذا النفوذ يقول لين وصلنا المنطقة فيها بركس أو مبنى زي ما تقول زي الكنتينر مقفل وجنبه مكينة كبيرة يقول أكبر من المكينة اللي كنت أشتغل عليها فأيقنت ان المكينة اللي كنت أشتغل عليها قريبة المكينة المحاكي ولكن نفس الأزرار ونفس الأدوات ونفس كل شيء ووقفنا على جنب وناداني المهندس فهد شالم تعال وانزل وأنا مبتسم قال لي هذا امكانك اللي راح تداوم فيه وانتبه لنفسك ولا تنسى كل التعليمات اللي علمتك إياها راح تستلم الآن وتجين بإذن الله بعد 14 يوم تسلم السيارة في الشركة وتفسخ ملابسك برضو في الشركة وبعدها تطلع لبيتكم جلتلابش يا مهندس فهد لا تشيل هم أو موضوعك عندي يقول مشيت أنه مهندس فهد وراني المطبخ اللي يطبخون فيه الأكل وراني المؤونة وراني كل شيء قال اسمع النقطة هذه نقطة جديدة بتكون أنت الحالك متوظف في هذا المكان لين في المستقبل نجيب معاك شخص ثاني وثالث يدومون معاك ولكن في البداية أنت غط هذا المكان وبإذن الله مورك زين قلت لأبد احفظك ربي يا مهندس فهد ويعطيك ألف عافية وشكراً على الثلاثة شهور اللي دربتني فيها اللي أشوفه يطلع من على التربان هذي وأشغل الجهاز حق البر هذا لحظت أن الطريق اللي قطعناه البري يبعد من 35 كيلو إلى 40 كيلو يعني لو جيت بطلع وباروح لأي منطقة قريبة يحتاج أربع ساعات ساعتين رايح وساعتين جاي قلوا أدخل وضبط أغراضي وأفتح الثلاجة صدق فيها مؤونة وفي رز وفي دجاج وفي لحم شايبين كل شيء ومفريلنا كل أمور الحياة والموية موجودة ودورة المياه يقول المهم وقفت وصليت صلاة الظهر وصليت بعدها صلاة العصر وصرت أشغل المكينة يجيني إشارة في الجهاز حقي متى وقت تشغيل المكينة ومتى أقفلها وبرضو لو صار عطل لازم أوقف المكينة وأرسل لهم بلاغ ويقولوا منها صاروا يعطوني أجهزة التسمم اللي يتبين لك أن الجو متسمم أو فيه غاز طالع لأن المكينة هذه تشتغل على الغاز وتشتغل على بعض المواد المخصصة يقولوا عطوني كذا جهاز أصفر صغير والجهاز هذا يقوس نسبة التسمم في المنطقة لأنه فيها أو التلوث إذا ارتفعت منطقة التلوث لازم أوقف هذه المكينة المخصصة للنف يقولوا أذكر مهندس فهد كان يقول لي طرح في ناس كثير ماتوا بسبب التلوث بسبب الغاز احذر يا سالم إنك تجاهل هذا الموضوع صرت مركز على الأمور هذه وركبت الجهاز على نفس الكنتينر هذا عشان أول ما يجي تسمم أوقف الجهاز والبس الكمام المخصص حقي يقول صرت أسوي غداي وقعدت أتفرج على المكينة كانت المنطقة هادية مرة ما تسمع إلا صفير الهوى والترى يقول استمرت الساعات البسيطة هذه لين أذن المغرب وأذن العشاء وصليتها وقعدت طبعا لازم أريح أنام شوي أبو أربع خمس ساعات عشان يرتاح فيها مخي وافرش فرائشي واشغل مكيف ونام يقول شوفه المنطقة لأنا ساكن فيها شوي مزعجة من ناحية المحركات إذا اشتغلت المخصصة للكهرب تسمع صجة ووجة أول ما يشتغل المعطور مو معطور الغاز أو معطور المضخة لا المعطور حق الكهرب اللي يشغل المنطقة لأنا عايش فيها يقول للمهم حطيت راسي ونم والنومة كانت شوي عميقة وناظر الجهاز حقي وأنا مرتاع تليكن جتني رسائل من المهندس فهد وأفتح لصدق وحصل المهندس فهد رسل لي رسالة علمني إذا أمورك زينة وكل شيء تمام شوي ورسل لي رسالة نموري زينة وكل شيء تمام ولا تشيلهم يقول وصير منس دح ومشغل تلفزيون صغير حطينا لي يقول التلفزيون ما فيه إلا مقاطع يعني ما فيه قنوات ولكن إذا تبغى قناة لازم تشبك تجيب لك معلاق كده وتحطه وتلقط لك أي قناة وقنوات تعتبر قديمة شوي يقول راودني النوم مع جوع بسيط قلت خلني أقوم أطبخ لي أي شيء يخذيني وخليني شوي صحي يقول شوي وفتح الباب يقول لي التراب كده مسكر على الباب وأدفه كده بقوة وفتحه وسكره يقول كان فيه هوا وارح للمطبخ حقنا يقول وطلع القدر الكاتم وأحمس البصل والطماط وحط الدجاجة وأقلبها لين تحمسه وكنت خامر الرز وأخذه وكبه وسكر القدر الكاتم وخليه يطبخ يقول المهم جهز عشاي وأجيب سفرة وطبعا هناك يقول كنت أحط الصحن تحت السفرة عشان والله ماني فاضي أغسل إذا خلصت أخذ الأكل وأفرشه للطيور والحيوانات اللي تيجي يقول خدت أكلي وصلحته وحطيت الصحن وحطت السفرة والطرق وأقلب القدر يقول وصير أكل يقول بقى من أكلي شوي يقول قلت بأخذ الأكل الحين وبأفرشه لأن فيه كل كبدي الرطبة تنأجر يقول وأفرشه وأخليه وكان جنب الباب شوي يقول وأسك الباب وقعد أريح شوي بعد مرور ساعة ونصف ساعتين الله يكرمكم بروح دورة المياه أقضي حاجتي يقول وفتح الباب وصكة وارح دورة المياه وخلص حاجتي واطلع يقول أنا طالع كده وقاعد أربط الصروال أو البنطلون وناظر في كيس الأكل إلا ما في شي في كيس الأكل كت منك لا ليكون انكب مع الهوى يقول قلت بسم الله الرحمن الرحيم وارح أتفقد يقول ما في شي ولا في شي منكب يقول خط كت منك لا ليكون هنا فيه ذيابة وراكلوا ذيابة كلوا الدجاج وتراكوا الرز كت من بياكل الرز ومن بياكل دجاج منهم دولي يقول اتجهلت هذا الموضوع ودخلت غرفة وريعت شوي وبعض أحيان أتذكرها وبعض أحيان أنسى هذا الموضوع ولكن الموضوع الحد الآن في بالي فيه رز أكل عند الباب يقول اتجهلتها لين الله هو أكبر الفجر يقول واصلي صلاة الفجر وأطلع للمكينة أتفرج عليها وأشوف وضعها تمام وكل شي تمام وأرسل إحداثية أن المكينة عملها ممتاز يقول باقي 12 يوم عشان أرجع إلى المدينة حقتي يقول لا أخفيكم والله من ثاني يوم بذيت أشتاق الأهلي وحسني كذا غريب في وحده ولكن أقول ظروف الحياة جبرتني أني أكون هنا دخلت المطبخ أتفقد الأشياء الناقصة وأنا بيني وبينكم راعي شاهي أحب الشاهي بشكل كبير مرة يقول أنا ناظر إلا والله ما في شاهي وأرسل للمهندس فهد أني أنا بطلع بالسيارة بجيب شاهي وبرجع يقول قال لي المهندس فهد أهلا وسهلا أبد ما عندك مشكلة ولكن لا تطلع لان إذا بتطلع اطلع بعد صلاة العشاء عشان نتأكد أن المكينة شغالة ومور حزينة قد لها بدبشة وأنتظر لين صلاة العشاء وصل لي صلاة العشاء وأركب السيارة وأشغلها شك أنه ننن وأطلع بالسيارة يقول وأمشي بين ذا النفوذ وبين ذا التربان وبين ذا الرمال يقول وشغلت الجهاز هذا حق الخرايط وحطيته قدام يقول كانت السيارة المعطينية اللي هي فورد الكبيرة دي يقول وأحطها وأمشي عليه وأمشي عليه في ذا البر يقول فجأة إلا أشوف أحد يأشر لي بكشاف من بعيد مرة يقول وأنا أكبس له النور بتشكله واحد متعطل يا أخبة ولكن من الإجابة هنا يبعد عني ما يقارب 10 كيلو نظر ولكن نوره ساطع وبين وبسيط يقول يكبس لي كبسات ويوقف يقول قلت خني أروح له يقول جيت من مبدأ حسن أني أبغى أساعده يقول والله وصرت ألاحق هذا الوميض اللي قاعد يشر من بعيد يقول ولاحقة 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 يقول تركت الطريق المرسوم لي في الجهاز يقول صرت ألاحقة 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 بعد مرور 15 دقيقة لحظت أنه يبعد ويبغى يوديني يمين قلت وش ذا وصير ألحقة ألحقة فجأة استوعبت في البر في سالفة نفس السوالف هذي في شخص يشر لك من بعيد وهو بسم الله الرحمن الرحيم من الجن اللي هو يسمونه أبو فانوس يقول في لحظة كذا استوعبت كيف غفل عني ذا الشي هو لفي صار وأمشي على طريق الموجود عندي في الجهاز يقول وأمشي 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 اللين طلعت على الطريق المعبت يقول وأوقف وأعبي الكفرات هوا بالماطور اللي معطيني إياه وركبت السيارة وشغلت النور على العالي ومشيت على هذا الطريق يقول الطريق مظلم مرة يعني ما في ولا إنارة تشارع في ذاك الطريق يقول فجأة إلا يطلع لي شخص من على جن يشر كذا بيده يقول وكان لابس رداء أبيض يقول في البداية خفت يتقول لا يكون ذا بسم الله الرحمن الرحيم من الجن ولكن بعد ما تعديتها برضو الرجال واقف هنا يقنت إنه شخص طبيعي يقول وأرجع ورجع السيارة ريوس يقول وقفت شوي وتعديتها شوي رجعت لو نزلت الشباك قال لي السلام عليكم يتلعوا عليكم السلام أهلا يا عم اللي لاحظت من هذا الشخص إنه كبير في العمر يمكن يوصل للأربعة وستين أو خمسة وستين سنة قال لي ولدي تسمح توصلني لقدام يتلعوا أنت بي يا عم قال أبغاك توصلني جنب محطة البنزين بيتي موجودة هناك قلت لابعد اركب ما عندك مشكلة ويركب والله يسكر الباب يقول ونمشي على هذا الطريق يقول باقي وأوصل المحطة ما يقارب 140 كيلو يقول فجأة الشخص اللي جنبي قال لي أنت وين تشتغل قلت والله يا عم أنا أشتغل في محطة التنقيب اللي موجودة هنا قال لي ما غيرها اللي موجودة هنا ورا قلت لقيه شوي سكت وقعد تناظر فيه وهو سكت وأنا في راسي قاعد تدور أشياء كثيرة قلت هذا الآن وش جاب المنطقة هذه الفاضية فأول شي جاء في بالي أني أسأله قلت لها يا عم عليش أنت وجابك المنطقة اللي هنا قال لي والله اسمع أنا بيتي جنب المحطة ولكن تراني كل يوم أجل هذه المنطقة وبالعادة أرجع مشي على رجولي قلت لها تقطع 140 كيلو ترجع مشي على رجولك قال لي نعم أقطع 140 كيلو وأرجع على رجولي قلت لها خلاص زين فجأة قال لي اسمع ما عرفت اسمك أنت شو اسمك قلت لها أنا اسمي سالم قال لي ونعم يا سالم ولكن بنشدك عن واحد اسمه عبد الرزاق كان يشتغل فيه نفس المكان اللي أنت كنت تشتغل فيه وهذا الشخص بيني وبينك ما يقصر معاي كان كل ما يطلع من هذه المنطقة كان يركب لي معاه في سيارته ويوصلني البيتي وقعد يقول لي الكلام هذا أنا سكت شوي وذكرت أن المهندس فهد يقول لي هذه النقطة جديدة قلت لها يا عم شكلك ملخبط المنطقة اللي قاعد أدوم فيها أنا مكينتها جديدة وتوها محطوطة وما أتوقع أنهم قد جابوا أي موظف قبل قال لا يا ولدي المحطة هذه توقفت ما يقارب ثمان سنوات والآن أتوقع أنها توها تشتغل قبل ثمان سنوات كان فيه شخص اسمه عبد الرزاق اشتغل في ذا المنطقة ما يقارب أربع سنوات كنت دايما أروح معاه وأجي وقام يحدد لي مكان المنطقة بالضبط قال منطقتكم تقطعون كذا وتلفون يمين يقول المنطقة جنبها جبل يقول أيقنت كلامه صحيح شو يقال لي يا ولدي لا تعلمني المنطقة هذه أعرفها من زمان وأعرف كل شي فيها انت كملك هنا موجود يقول قلت لي والله لي ما يقارب يومين إلى ثلاث أيام والحين بروح المحطة أصلا أخذ لي شاهي وأرجع المكاني نفسه وشفتك عطريق قلت خلني أوصل وقال لي كلمة سببت لي كهرب شوي قال لي يا ولدي انتبه من ذا المنطقة وانتبه على نفسك زين قلت لأ أبشر يا عم يقول مع مرور الوقت وصلنا المحطة خدت أغراضي وقال لي لا لا توقفني هنا بعد المحطة بخمسة كيلو لفيمين بيتي جنب مسجد أبغاك توصلني له كنت لأبشر يا عم يقول نزلت المحطة ما فيها أحد نهائيا حتى الشخص اللي كنت أبغى أشتري منه كان منسد حنايم أتوقع أنه متعود منظر منطقة ما يجيها أحد أبد يقول خدت غراضي وحطيت فلوسي على الكاشير وطلعت يقول وركبت السيارة وحطيت كده لفيت على وراء وحطيت غراضي وراء يقول وأمشي لين بعد خمسة كيلو ولجيني طريق ترابي وأنزل مع الطريق الترابي صدق وحصل في وجهي بعد ما مشيت ما يقالب 2 كيلو مبنى والمبنى هذا باين أنه مبنى كويس في مسجد وبيت قال أنا بيتي هذا اللي جنب المسجد ووقف كده بعيد عن بيته ما يقالب 600 متر وينزل على رجوله لأن المنطقة كانت كلها غراض وأشوفها قاعد يمشي يقول ما طولت النظر فيه ودي ورت ورجعت على الطريق العام يقولوا أمشي لين يجيني الطريق الترابي لأدخله واروح الدوامي اللي يبعد 40 كيلو عن مقر العمل حقي وقامت تراودني نفسي قلت أنسم الكفرات ولا ما لداعي ولا أجرب أدخل وبإذن الله أنها ما تغرز السيارة وبيني وبينكم كان يراودني الخوف شوي هل أنزل ولا ما أنزل لأن المنطقة والله موحشة يقول فقررت أني ما نسم الكفرات يقولوا أدخل على الطريق الترابي وأحط رجلي وأدعس يقولوا أدعس وأدعس وأدعس واستمرت أبو 15-16 دقيقة إلا السيارة تعلق طبيعي لأي شخص سيارة راح تعلق وش راح يسوي راح ينزل من السيارة وينسم الكفرات شوي يقول بعدها يصير يحرك الموتر قدامه وراء قدامه وراء لين يطلع السيارة هذه من الغراز يقول صدق وقفت ونسمت الكفرات وصرت تحرك السيارة وبرضو شغلت الدبل قالوا يساعد السيارة أنها تطلع من المنطقة الترابية هذه يقول طبعا وأنا قاعد أطلع السيارة فاتح الشباك وحاط يدي كده على الشباك وأناظر في الكفرات يقول تأكدت أن السيارة بتطلع يقول فجأة سمعت صوت غريب يقول صوت كأنه واحد يتكلم يقول وأفزع بقوة وناظر على وراء ما فيه أي شخص وقلت شكلي قاعد أتوهم من الخوف اللي قاعد يأكلني يقول أدف السيارة قدام وراء قدام وراء قدام وراء وقفل القزازة يقول وأدعس دعسة وحدة وأطلع من هذا الغراز اللي أنا فيه يقول وأمشي بين الرمال لين وصلت المنطقة عملي يقول كانت الساعة على وحدة الليل يقول وقف السيارة وأطفي السيارة وأخذ الشاي حقي وأدخل المطبخ يقول وأصب الماء الحارة وأحط اللبتن وأخلي يطبخ لين يخلص يقول فجأة وأنا قاعد أطبخ إلا معطور الكهرب يطفى يقول وجاني خوف غير طبيعي طبعا اللي طفى معطور الكهرب حق السكن فقط مو حق مكينة نفسها فقلت لنفسي خلني أروح أخذ الكشاف المحطوط عندي محطوط في الغرفة نفسها فيه كشاف كهرباي يقول أخذ وروح أنور وأشغل المكينة يقول فكنت أعتقد أنها عطل بسيط أني تعلمت في الدوام كيف لو واجهتني أعطال بسيطة في أي محرك قدامي فأكيد المشكلة يا من البنزيم يا من الكهرب أو من نفس البوجي ليدفع الكهرب للمحرك يقول والله وأدخل غرفتي وافتح الباب وأخذ الكشاف يقول كنت أصلا قاعد قبل أنور بجوالي يقول وأخذ الكشاف وأشغل على أقوى شي وأسمي بسم الله وأطلع من وراء يقول المحطوط وراء المبنى يقول أطلع من وراء وأمشي يقول فجأة بديت أحس بشعور غريب مرة أحس في شي عندي كده جنبي وشعر جسمي بدأ يوقف وبدأت تجيني قشعريرة مخيفة وبديت أحس بالوحشة يقول سميت بالله وقاعد أمشي حبة حبة وأروح للمحطور الكهرب وناظر في المطور وشيك على البنزيم يقول إلا البنزيم فل يتأكيد المشكلة كهربائية يقول أسحب السلك حق البوجي يقول يا أخي ماذا هي شي ومو رازينة يقول أشبكه يقول هذا المطور يشتغل بنفس السويتش يتشغل نفس تشغيلة السيارة يقول واشغله يقول لو يشتغل يقول فقلت بنفسي فيما أنه يشتغل فأكيد أن العطل هذا متكرر يقول وأرجع للمطبخ وكان الشاهي على النار يقول وأخذوا وجهزة وادخلوا الغرفة وشغل التلفزيون وأطول على الصوت وسكر الباب يقول وأنا مشغل التلفزيون أسمع صوت كنت أحزبه من نفس الشاشة اللي قاعد أتابع فيها المقطع يقول فجأة إلا الصوت قاعد يتكرر وموضوع الشاشة ما فيه أي أصوات يقول وأفتح الباب وأطلع وأسمع صمخة ذا الباب أقول ذا الباب وين ددوف 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 الباب قاعد يصمخ يقول أناظري مين إلا هو باب الحمام يقول هنا خفت لا لا أنا قبل كان يجيني شكوك إن المنطقة هذه مسكونة ولكن الآن بديت أتأكد إن المنطقة هذه فيها بلاء واروح عند باب الحمام وأنا أسمي بسم الله وبصوت عالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذي بالله من الشيطان الرجيم يقول إلا يهدى الصوت ويهدى سكة الباب يقول واروح عند الباب وأقفله عشان أنهي شكوكي إن لا هوى ولا أي شيء قاعد يتدخل مع هذا الباب وأثبت إن المنطقة هذه مسكونة 100% يقول وامسك الباب وسكرة يوم جيت بسكرة إلا ينسك بقوة أقوى من دفعتي اللي أنا كنت أسحب فيها ونفس المسكة حقة الباب كانت قاسية ما أقدر أضغطها بقوة وأنا كنت متأكد إن المسكة كانت تتحرك وأضغطها بقوة وأحس في شخص شاد عليها لو أضغط زيادة ممكن تنكسر يقول وأركض مباشرة الغرفة وأنا خايف وادخل وسكر على نفس الباب يقول وقفل أترك ترك يقول كأي إنسان طبيعي إذا خاف رح يقفل الباب على نفسه يقول وأنا قاعد في الزاوية وخايف ومتوتر توتر عظيم قلت عوذ بالله وش ده المنطقة اللي أنا فيها يقول قلت في نفسي لا صدق المنطقة هذه فيها شيء ما هي طبيعية بالبداية أكل يوخذ من عند الباب الشيء الثاني أبو فانوس اللي طلع لي وأنا رايح والشيء الثالث قفيت الكهرب والشيء الرابع سكت الباب يقول بدايت أخاف وتوتر وأرسل للمهندس فهد مع هذا التوتر يا مهندس فهد صارت لي مواقف كثيرة إذا كنت صاحي أتمنى أنك تراسلني يقول ما رد علي فقلت أكيد أنه نايم يقول وقعت في الزاوية وقعت أسمي بالله وأتعوذ من الشيطان يقول وأسحب اللحاف حقي وتلحب وأقعد متلحب فترة طويلة لين راودني النوم ونمت يقول فجأة صحيت مفزوع وكانت الساعة 8 الصبح إلا أشوف المهندس فهد راسلي راسلي يا سالم لا تخاف وقو قلبك وامورك زينة إن شاء الله يقول سكت وقلت في نفسي إن شاء الله إنها بتزين وإن شاء الله إنها ذي الليلة بس يقول شوية ذكر كلام الشخص اللي عالطريق يوم كان يسألني عن عبد الرزاج ويقول إن المنطقة هذه كانت مهجورة الفترة طويلة يعني قعدت ثمان سنوات ما حد اشتغل فيها والفترة اللي قبلها كان في موظف اسم عبد الرزاج فأول ما أرجع الدوامي راح أسألهم عن هذا الشخص المهم يقول سالم وأستمر اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده لين خلصت الأربعة عشر يوم بالضبط وإذا خلصت الأربعة عشر يوم هذي لازم أرسل رسالة للمهندس فهد وقل لي يا مهندس فهد إني أنا خلصت وبطلع الآن فأرسل رسالة للمهندس فهد قلت لي يا مهندس فهد أنا الآن بطلع تسمحني الآن أطلع أو لا بعد مرور عشر دقائق أرسلي رسالة بالسماح يقول واضف فغراضي وأضف كل شيء وأشغل السيارة يقول كان ذاك الوقت الساحة أربعة خمس العصر يقول واطلع بالسيارة وقطع الطرق الرملية هذي يقول لين خلصت الأربعين كيلو ويجيني الطريق العام يقول ووقف مثلك العادة وأنفخ الكفرات وأمسك الطريق يقول وانزل أنفخ الكفرات وأمسك الطريق الآن وين بروح بروح المقر دوامي يقول واصل المقر الدوام وتمفتح لي البوابة وأدخل إلا مهندس فهد في وجهي واستغربت إنه ما طلع لأن دوامة منتهي من الساعة أربعة العصر وأنا واصل الدوام على الساعة سبع سبع ونص يابلني هلو والله سالم كيف حالك طيب الحمد لله على السلامة ها كيف الشغل قلت له والله الشغل كويس واموري زينة ولكن فيه أسئلة ودي أطرحها لك يقول قال لي على عجل المهندس فهد خلها بكرة بكرة أنا ما عندي دوام وأنت ما عندك دوام اتصل علي وابد الشي اللي تبغى اسألني عنه قلت له يبشر يا مهندس فهد ويقول والله واشغل سيارتي القديمة هذي وأرجع لبيتنا يقول وقابل أبوي وقابل أموي وأحب روسهم وفرحني إنهم شافوني صدق غربة 14 يوم عن البيت آه يا ولدي كيف الدوام وكيف أمورك اتولى أبشركم الحمد لله والأمور زينة وبشركم الشغل والله ما في صعوبة وأنا قاعد أقولهم ذا الكلام عشان يا أخي ما يتوترون قال لي أبوي الله يوفقك إن شاء الله ويسهل أمورك وامي برضو تدعيلي مع الجهة الثانية يقول عاد شفتهم شارين بعض الأثاث كذا الخفيف فيقنت الأثاث هذا إنه من فلوسي اللي عطيتهم إياها وكنت مستانس إنهم قاعدين يستخدمون هذه الفلوس يقول برضو اتصلت على أخوياي خالد وسعد اللي كانوا يدرسوهم معاي هم بالأساس أخوياي مرة يقول اتصلت عليهم ها خلنتقابل في الوكيند هذا نجلس ونتقهوة وإن شاء الله الأمور زينة قالوا لي خلاص تمام يحددوا لي موعد ورح تقابلت مع خالد وسعد في اليوم نفسه أهلين هلو والله سالم كيف الحال طيب أمورك زينة يتولى الحمد لله بخير ها بشر وين اشتغلت يقول قلت لهم اني انا اشتغلت في محطات التنقيب وبشركم الراتب زين وكل شي زين وهم أصلا في مرحلة دراسية قاعدين يدرسون قالوا والله احنا ندرس وقاعدين نشد حيالنا وإن شاء الله الأمور زينة وتوها بداية سنة والله يكتب لي فيه الخير يقولوا جلست معهم شاهي وقهوة وسواليف لين خلصت كل شي يقول فلاحظتم فيه أسئلة عندهم دايما تراودهم المنطقة اللي انت دون فيها وين وين مكانك وكيف مكانك وش وضع شغلك كنت اشرح له اني انا اشتغل في منطقة نائية والمنطقة هذي ما فيها احد ومنطقة برية ولكن الحمد الله المهم خلصنا الجلسة ذيك على خير ورجعت البيتنا ونمي وصح اليوم الثاني قلت خلني اتصل على المهندس فهد فيه عدة اسئلة فراسي منه عبد الرزاق وبرضه وش وضعه الاشياء اللي قاعدة تصير في ذاك المكان وزيادة عليها هل المحطة هذي مهجورة لها ثمان سنوات او لا قلت له طلع الجوار طيط 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 قال لي والله بكيفك تبغى نتقابل انا موجود افد تحدد الوقت اللي تبغى وجيك او تجيني قال خلاص فيه كافي على البحر خنروح نشتري من الكافي هذا ونطلع نمشي على البحر يزرى خلاص تم يقول والله وتقابل عند المكان اللي حدد المهندس فهد وانا متحمس ابغى اسأله قابلني ومثل ما قلت لكم المهندس فهد صاحب الابتسامة الجميلة والشخص المزوح والطيب دائما وسلمت عليه واشترينا قهوة وطلعنا على البحر نمشي يقول وانا اعظر كذا المهندس فهد قلت مهندس فهد والله بسألك عدة اسئلة ولكن لا تستغرب مني انا جاهل في الامور دي فتمنى انك تعلمني قال لي وشهو قلت يا اخي هل المحطة اللي انا اشتغل فيها كانت مهجورة يقول ناظر فيني كذا المهندس فهد ويعطيها ابتسامة حسيت فيها خوف قال لي من اللي قال لك يا سالم يقول قلت لو والله اسمع يابلت شخصي هناك وسألني عن شخص اسم عبد الرزاق ويقول ان كان يشتغل في المنطقة القديمة هذي يقول له شوي هؤه وتوتر شوي وكان واضح التوتر في وجهه قال لي سالم المنطقة اللي حطيناك فيها اول شي مافيه احد يسكنها ثلون شلون مافيه احد يسكنها قال لي نعم المنطقة اللي انت قاعد تشتغل فيها مافي ولا احد ساكن فيها قلت لفيه واحد قابلته كان عند المحطة حقتي وقال لي ودني بيتي جنب محطة البنزين قال لي متأكد انت ولا تتوهم قلت له اقسم بالله العظيم اني متأكد يا اخي لا تقعد تبهذلني فيه واحد وبيته جنب المحطة وبعد المحطة كده بخمس دقائق ثلاث دقائق تنزل مع نزلة وتمشي شوي وبيته عند مسجد شوي قال لي المهندس فهد المسجد قديم ولا جديد قلت له لا المسجد بحالة يعني كويسة لاه قديم ولاه بجديد ولكنه مناسب وكانت بعض الانوار شغالة فيه فيقنت ان المسجد هذا قاعد يشتغل وقال لي بيته وين فيه جنب المسجد يتيه نعم جنب المسجد قال لي الشخص اللي قابلته كيف شكله وصف لي شكله يقول قلت له والله ما دققت في وجهه واجد ولكن واضح ان عمره كبير في السن وكان لابس رداء ابيض شوي ناظر فيني كذا المهندس فهد قال لي انت متأكد ولا كنت تحلم قلت له يا ابن الحلال متأكد مثل ما انا متأكد ان اسمي سالم قال لي زين زين يمكن فيه ناس اسكنوا في ذيك المنطقة وانحنا ما ندري قلت له طيب عبد الرزاق هذا مين قال لي والله عبد الرزاق انا قد سمعت ان فيه شخص اشتغف ذيك المنطقة اسمه عبد الرزاق ولكن والله ما ادري وش صار له بالضبط ولكن ترى هذا الكلام قديم مرة قلت له يعلي مهندس فهد المحطة هذي كانت مهجورة وانت تقول لي المحطة جديدة يقول انا قصري بجديدة كانت محركاتها جديدة بس ولا المنطقة هذي محفورة من زمان زي اي منطقة يا سالم يعني تريد نحفور منطقة جديدة ونحطك عليها مستحيل محطة هذي وقفناها فترة وبعدها الله يسلم تشغلناها قبل ممكن شهرين وكنا نصدق نحتاج موظفين يمسكون ذيك المنطقة لدرجة انا قاعد اكلم مدير الشركة ان احنا نحط موظفين في ذيك المنطقة وقاعدين نبحث عن شخص ثاني الان انت استلم 14 يوم وهو يستلم 14 يوم قلت له اها اوكي ولكن مهندس فهد من يعرف سالفة عبد الرزاق شوي قال لي مهندس فهد وبغضب يا اخي وش تبغى بعبد الرزاق ذا خلاص انسه يا اخي قال لا بس والله اجاني فضول شوي على عبد الرزاق ذا قال يا اخي انسه واسأل اي احد غيري انا ما اقدر اجاوبك يقول يوم قال ما اقدر اجاوبك انا اخفت يقول سكت وقعدت معاها شوي صرت اقول له عن الاشياء اللي صارت لي هناك كفيلة الباب وبرضه وبرضه الاكل اللي كان جنبي واكل وبرضه عن ابو فانوس اللي شفته في البر قال لي اسمع يا سالم شف انا ما رح اقول لك الشي هذا مو موجود ممكن الشي هذا موجود ولكن بعض الاحيان عوامل الطبيعة تسوي فيه كل اشياء هذي ممكن الهوى كان موجه بشكل معين على الباب وقال ممكن ابو فانوس ممكنه حقيقي موجود في اي منطقة برية ولا تنسى انك تداوم في منطقة سحراوية مرة يقول منطقة هذي ما فيها بنيان من الاف السنين يقول ولكن ترى الموضوع مو بذل خوف انا ترى قد اشتغلت في المناطق النائية هذي واللي ما فيها اي شخص يقول قد اشتغلت ما يقارب 13 سنة ثلاث شي الهم الموضوع بسيط الا انت مورك زينة كل شي زين انت والله الحمد لله زين يقول ومرت السواليف والمهندس فهد مو راضي يقول لي منه عبد الرزاق وقاعد يهديني من المواقف اللي قاعدة تصير لي يقول مهم خلص من عند المهندس فهد وارجع بيتنا واجلس واستريح انتظر وانتظر وقت الدوام يجي وكان باقي على وقت الدوام 12 يوم او 11 يوم يقول والله وريح ووقتي كله نوم وتلفزيون وطلعات واخذ اهلي وطلعهم يقول قبل ما امشي هناك نزلوا الراتب حقي يقول واخذ الراتب كان الراتب 14000 يقول واخذ وعطي امي وعطي ابوي وشفت مستانة سوه رتحت يقول واشغل سيارتي واروح للمبنى المخصص للشركة عشان اخذ سيارتي حقة الدوام يقول والله واشغل السيارة واطلع للشركة حقتي واخذ سيارتهم واطلع من هناك طبعا انا ادل الطريق الان يقول سالم وامسك الطريق هذا لين وصلت للمنطقة البرية اللي انزل فيها يقول والله وانسم الكفرات وانزل معها وادعس بين ذا التربان لين قربت واصل للمنطقة حقتي يقول طبعا السيارة هذه سيارة وحشية شوي يقول فيها كبوس وتنور لك كل المكان يقول واشغل الكبوس كلها يقول ولاحظ من بعيد جنب المكان اللي انا ساكن فيه يبعد ما يقارب كيلو او كيلو ونص بيت طيري قديم يقول من قوة ماهو قديم التراب ماكل نصه يعني مغطى من التراب وباقي نصه استخربت قلت يا اخي اكيد ان فيه ناس كانوا ساكنين هنا مستحيل المنطقة هذه مهجورة كذا يقول وقفت جنب السكن حقي وطب في السيارة وانزل وانا اقول ذا المبنى وش جابه جنبي غريب يا اخي قل وادخل وظف اغراضي وارتب المكان وكان شوي داخل اغبار وقعد اكنس الارضية اللي جوه البيت يقول واكنسها وانظف المكان وارتبها يقول كان ذاك الوقت على الساعة 9 الليل 10 الليل قلت في نفسي يخودي اروح ذاك المكان واشوف وش دا المبنى المهجور وش وضع ولكن مو اليوم خلها بعد 6 ايام 7 ايام راح ازوره واشوف يقول كنت احس كل يوم وانا قاعد في هذه المنطقة كنت احس ببرودة عظيمة وجسمي كل شوي جيقش عريرة وبعض الحيان احس في احد جنبي ولكن مادري منه ما ادري منه بسم الله الرحمن الرحيم المهم سميت بالله وحطيت جنبي ونمت وصحيت على الفجرية عشان اشغل المكينة حقتنا هذي يقول مهم اشغلها وخليها تشتغل وتعمل بالطريقة المناسبة لها يقول وجلست جوه الغرفة قاعد اقلب في التلفزيون واتفرج على المقاطع اللي حطينها الشركة جوه الشاشة هذي يقول جاء على ساعة 6 او 7 بتغرب الشمس يقول فجأة قل يطفى الكهرب من جديد يا ولد شا السالفة شو وضع الماطور ذا واطلع من بره واناظر فيه كتش فيه ذا فيه شي ولا شو وضعه واشغل واشغل ما اشتغل لاني كنت معتقد اني نفس قبل اشغل ويشتغل يقول وافتح حق البنزين اللي البنزين حق الماطور ومخلص قلت لازم اطلع اجيب بنزين وارجع وارسل رسالة لمهندس فهد مهندس فهد فرانا باطلع اجيب بنزين وارجع يالي مهندس فهد خلاص اوكيه واشغل سيارتي واطلع مع الطريق الترابي ومتوجه لمحطة البنزين واصل عند محطة البنزين وعبي الجيك اللي معاي الحق البنزين وهو جيك كبير مرة وينحط في الصندوق يقول عبيت عبيت وحسبت الشخص اللي موجود في المحطة ومشيت وانا ماشي ذكرت كلام المهندس فهد يوم كان يقول متأكد ان فيه مسجد وبيوت في ذاك المكان فرانا يا سالم اتوقع ما فيه شي او انك تتوهم او فيه الموضوع شي بسم الله الرحمن الرحيم يقول بعد ثلاثة كيلو كده قلت اقول خدني اروح واستكشف الموضوع يقول واشغل اكباس كلها يقول وانور في ذاك المكان وفجأة احصل البيت والمسجد قدامي ولكن وش الغريب ان البيت والمسجد كانت قديمة ومهجورة يقول شلوم مهجورة وذاك اليوم شايفها بشكل كويس يعني كانت مناسبة يتبعدين في بالي من يبيشغل المسجد ومين بيصلي في المسجد يعني بيصليوا المحطة بيطلعون يمشون لها بعيد عليهم صدق هذا الموضوع ما طرى في بالي يقول راودني الخوف شوي يقول واطلع مع الطريق دوب 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 لين وصلت للطريق العام كيف خلاص معد بتدخل في اشياء ما تعنيني يقول وارجع لسكني وادخل لسكني وعبي البنزيم لك 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 لين امتنا البنزيم وشغل محرك واشتغل يقول واقعد اليوم الاول يوم الثالث اليوم الثالث الرابع الخامس يقول اليوم الثلاث عشر بكرة بارجع لبيتنا يقول يا اخي ليه ما امر البيت المهجور هذا الى شفته والقي عليه نظرة وحطيت وقت لزيارته وانا ماشي قد خلاص وانا ماشى البيتنا امره واطلع البيتنا مرة وحده يقول يجعل يوم الثاني خلاص اليهو اليوم الاخير واشغل سيارتي واطلع للبيت المهجور هذا يقول وامر من عنده ومر من عنده ليقول لاحظ في بيت المهجور هذة الأرض من جنبه مخفوسه فهي خفص كده وفيه جحور كبار البيت شوي خريب ومدفون نصه بعد يقول معي الكشاف وانور على البيت اي قانتم ما في شي في البيت ولا فيه اي شي وله باب ولكن الباب نصه مغطيه الطراب قلت يا اخي خلني ادف الباب ذا واشوف اش داخل الغرفة دي وكذا قلت بادفة بس كذا ترى بس ابغى اشبع رغباتي فقط يقول وارجف الباب ددوف 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 لين انفتح الباب يقول وانور جوه البيت وانور على الارض كذا الا اشوفها قارب وحيايا داخل الغرفة دي بسم الله الرحمن الرحيم وتعوذت من الشيطان واطلع كذا وانا خايف الا في حية كذا تطلع من عند الباب وتمشي وكبيرة شوي يقول واخذ حجر واطق الحية بالحجر وطراخ انفجر راس الحية ولكن الخوف مهنة يقول طلعت صرخة من الحية كأنها صرخة شخص وصرخة قوية واش ده يقول وخفت مرة واركض بسرعة يقول واسمع صراخ يا اخي مصرخ حية يقول حية مستعيل اطلع ذا الصوت صوت غريب صوت مخيف مرة يقول واشغل سيارتي واطلع على الطريق دف 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 وين اوصل الطريق الرسمي يقول حتى ما انفخت كفراتي في البداية قلت عادي خلت اتقطع شوي قدام بانفخ يقول وامشي شوي شوي ووقف وانفخ الكفرات واركب سيارتي واكمل طريقي يقول وارجع وانا خايف مرة خايف يتانا وش سويت يا اخي وش حطيت وليف ضخت راسها ويليتني ما ادخلت ويليتني ما رحت اذى البيت يقول انسيت كل شي صار لي وركزت على الصوت المخيف هذا يقول وارجع لدوامي ووقف سيارتي واسلم المفتاح واخد سيارتي مرثاني وارجع البيت يقول وارجع البيت وقابل اهلي هلا والله كيف حالكم ولكن وجهي متغير ومضروب كان في واحد صافقني قعدت وريحت وخلاص دخلت خرفتي ابغنام وشغل مكيف وحط جنبي ونام يقول فجأة اجيني احلام واذكر الحية دي وش خلاني اطقها يقول وحس ان الحية في الحلم تواجهني وحس بشيان غريبة مرة في الحلم يقول طول الحلم وكنت اعتقد اني نايم واجد يوم صحيت ما لي الا يمكن ساعتين نايم يقول قمت اسمي بالله وانفث على جنبي اليسار ثلاث مرات واتعوذ من الشيطان كل شوي المهم بعد مرور ايام 6 ايام لا يتصل علي مدير الشركة والله والله سالم كيف وحالك طيب وقعت له والله مرحبوا ومسهلة قال سالم ابشرك بشارة مراح نمتلك اول سفينة تنقيب في البحر والله انواجك وجه خير يا سالم قال الله يسعدك وبذن الله فالكم التوفيق و facadeっちゃ يبشر بكتب لدي لك بشر واجد يقول والله وانتظر بكت Hope وارلوف اقابل مديري صريبة سلام عليكم يا سالم كيف حالك طيب تصدق والله وجهك وجه خير الله يسعد ذا الوجه يا أخي انت شكلك دعيت لنا ما عدري وصار من بعد ما وظفناك والأمور قاعدة تتسهل قال لي وعشان كذا بعطيك ورقة فيها رغبتين تبغى تدوم في البر ولا تبغى تدوم في البحر قل مع العلم البحر راح تدوم ومعاك ناس ما راح تدوم لحالك معاك ثمانية تسعة عشر أشخاص قلت له طيب وش بيفرق يعني بر ولا بحر قال لا حبيبي البحر فيه دبر راتب ورح نعطيك بدلات زيادة ورح يوصل راتبك ما يقارب 24-25 ألف قلت له متأكد انت قال لي ايه نعم وفيه المهندسين الكبار يستلمون في البحر 40-42 ألف ممكن يوم من الأيام تصير من المهندسين الكبار وتتعلم منهم وتستلم الراتب هذي قال ولكن اذا حطيت البحر راح تاخذ إجازة مدتها ست شهور قلت له ليه قال اسمع يا سالم انا باكون معاك صريح انا استعجلت في توظيفك في المرة الأولى ولا ثرى في ناس تقعك سنتين ثلاث سنوات دراسة ولكن اننا علمناك على آلة بسيطة بس عشان أخوي والله ولكن الآن تحتاج انك تدرس ست شهور راح نطلعك بره البلاد تدرس فيها وتتعلم وترجع لنا يقول وانا وبيني بينكم والله اني خائف من ذيك الحية الموجودة في ذاك المكان ولا بغير ارجع ذاك المكان أبد وقلت له خلاص اجل ابغى داوم في البحر ومنها راتب ومنها شيئا حلوة قال لي خلاص تمام ويأخذ ورقة كذا ويأخذ ملف القديم وقال لي اسمع راح نطلعك بره البلاد تدرس ست شهور وترجع قلت له أبد ما عندك مشكلة يقول واخذ الخبر هذا واروح وقوله ميد أمي وأبوي كتبشركم ربي فتح علينا وفتح على راعي الشركة اللي يوظفني وساعدني قال لي الآن راح نزيد لك الراتب وراتبك راح يكون عالي ولكن راح نطلعك بره يدرسونك وبعده ترجع لنا انشغلك في البحر قال له أبوي أبد رح وفالك التوفيق وانسيت أمور الحية وبوفانوس والأصوات وسكات البيبان والخوف اللي كل يوم وحسن في واحد جنبي وجسمي يبرد كل يوم يقول انسيت الغثة هذا كله يقول وقعد هناك وادرس عندهم أول شهر وثاني شهر وثالث شهر يقول لهم قفلت الست شهور كلها ضمفض يقول وتخرجت في معدل جميل مرة من الدورة هذه يقول وارجع لنفس بلادي من جديد ويقابلني أبوي في المطار واركب معاه يوديني لبيتنا يقول واريح وأسألهم عن أحوالهم ووضعهم مرت ست شهور ست شهور برضو مو قليلة يقول فكان أبوي يسألني ها هناك وش سويت وكيف الوضع وكيف أمور قتبشرك الحمد لله تعلمت كل شيء يقول كان يعلمونا هناك كيف نشغل المكاين البحرية وكيف عملها واسلوب عملها وكيف لو جت أشياء طارئة تقدر تحمي نفسك يقول المهم وصلت البيتنا وريحت اليوم الثاني لازم أروح لمدير الشركة وقابله يقول واروح له في اليوم الثاني مرحبا هلا بالشيخ مرحبا ومسهلة قال لي هلا سالم يا مرحبتين الحمد لله على السلامة ها كيف أمورك كي شيء زين يقول والله الحمد لله يقول في شيء أنا في رأسي من قبل أبغى أسأل عنه مالي إلا مدير الشركة أسألة يقول المهم خلص أموري وخلص أوراقي وخلص كل شيء نظرت فيه كذا قلت له يا بو فلان قلت له ما عليش عندي سؤال وأدري أن السؤال هذا تطفل ولكن خذني على قد عقلي المنطقة اللي اشتغلت فيها أنا كان فيها شخص اسمه عبد الرزاق صح يقول أول ما قلت اسم عبد الرزاق تغير وجهه يقول تغير التفاصيل وجهه بالكامل يقول كان مبتسم ومورة زينة وهادية يقول قلت عبد الرزاق تغير وجهه مرة يقول من قال لك عن عبد الرزاق لا يكون المهندس فهد قلت له لا والله مول مهندس فهد يعني علما فيه واحد اسم عبد الرزاق كان يشتغل محطة حقتنا قال لي اسمع انطلعت من ذاك المكان واذا تبغى اقول لك قصة عبد الرزاق بشر في حالنا بكرة تغد عندنا وراح اقول لك القصة كاملة يقول انا تحمست قلت له ليه وش فيها القصة ذا الدرجة يعني القصة مرة قوية قال لا والله ما بغى اقول القصة هنا ويدخل احد ويسمع ذا القصة ويصير معادي بغى يشتغل معنا قلت له يا ساتر وجه الموضوع كبير اذا كذا قال لي وعدنا بكرة تتغدى عندنا وبشر راح اعلمك كل شي انت بغاه يقول نمت وصحيت اليوم الثاني ورحت البيت مدير الشركة يقول وطق عليه الباب طاق 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 ويفتح لي الباب يقول ويجيب القهوة والشاهي ونقعد نتقهوة وكان فيه اثنين من عياله يقول قاعدين معنا يقول شوي جال غدا وتغدينا وقال ميد عياله روحوا ابغى الرجال هذا في كلمة يقول شوي ناظر فيني وقال لي اسمع يا سالم بما انك انت واحد مننا راح اقول لك قصة عبد الرزاق يقول عبد الرزاق كان موظف مثالي لابعد درجة يقول لا يغيب لا يتأخر اعماله يخلصها كلها يقول ويشتغل معنا ما يقارب اربع سنوات وعبد الرزاق كان يداوم مع واحد اسمه محمود يقول كانوا يشتغلون في نفس المنطقة اللي انت فيها يقول للمهم عبد الرزاق في اخر اربع شهور اختلف معنا صار يتأخر ويغيب وصار يهوجس بعض الاحيان وتفكيره مشتت لابعد درجة فقلت بما انه موظف عندي راح اسأل عنه وش وضعه يقول ناديته وكلمته وقلت له عبد الرزاق بشرني هل امورك زينة هلك كويسين كل شي زين يقول قال لي كذا ايه زين 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 يقول فحاولت اسحب منه بعض المعلومات ما اقدر يقول راح تسألت محمود اللي هو دايما معاه قلت له محمود عبد الرزاق وش فيه قال لي والله اسمع بما انك انت صاحب الشركة راح اقول لك عبد الرزاق له فترة يتوهى من فيه ناس موجدين في المكان هذاك يقول فكان فيه بيط طين هناك عند نفس المكان اللي احنا واقفين فيه يقول كان يشوف شخص يوقف فوقه ولابس رداء ابيض يقول اول ما قال رداء ابيض انا خفت واتذكرت البيت اللي انا دخلته اللي فيه الحية واتذكرت الرجال اللي وصلته لبيت الطين القديم يترى ايوه وش بحت قالوا يقول محمود انه صار يتوهى مشياء ما هي موجودة وصار يكلم ناس ما هم عنده وبعض الحيان كده فجأة يفزن مكانه عوذ بلاب شطورة جيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول وعصيرة سمي على عبد الرزاق وقرأ عليه يقول واستمرت حالة عبد الرزاق على هذه الحالة قلت له طيب معليش عبد الرزاق وينها الان يقول شوي قاطعني وقال لي اسمع سالم الموضوع هذا لا يدري فيه اي واحد من الشركة اي واحد من الشركة لا يدري عنه ارسلنا محمود في يوم من الايام رسالة قال الحقونة احنا متعطلين ان انا وعبد الرزاق في منطقة والمنطقة هذه تبعد عن المضخة ما يقارب 20 كيلو يقول انا اصلا استغربت ليه هم رايحين هناك يقول شوي كبير مهندسين يرد عليها ويرسلها اثنين يروحوا له لين وصلوا له لهذه النقطة يقول كانت حالتهم حالة يقول المهم احد المهندسين اللي راحوله اللي هو المهندس فهد اللي يدرب والكلام هذا كله ما اخذه من المهندس فهد يقول قال لي المهندس فهد انه وصل هناك وحصل محمود الحالة فسألت محمود قلتنا وين عبد الرزاق يقوله صار يدور عبد الرزاق الا هو مختفي يا ولد وين راح وما تدري وينه ومن متى انت فاقدة قال قبل شوي كان معاي قبل ما يقارب ممكن نص ساعة كان هنا موجود عند السيارة يحاول يحفر تحتها فانا ريحت وقال اني بحفر حون الكفرات قال هذا اخر تواصل كان بيني وبين عبد الرزاق يقول سأله المهندس فهد قال طيب بعدها وين راح قال والله ما ادري وين اختفى انا اخر علمي فيه كان يبرح للكفرات عشان نطلع السيارة وانا من زود التعب ارتحت على المرتبة يقول وشغلنا الكبوس وقعدنا نبحث عن المهندس عبد الرزاق يقول قعدنا نبحث عنه يمين ويسار يمين ويسار يقول ما لها اي حس جيت لا طيب حصلتوه ما حصلتوه قال لا تستعجل بيجيك العلم يقول في لحظة فقدانه ارسلنا للجهات المختصة تبحث عنه بعد سبع ايام حصلناه ميت داخل بيت طين جيت لا اي بيت طين قال بيت الطين القريب عند المضخة يقول اول ما قاله هوات كهرب وحس بشعور غريب وقلت الحمد لله اني تخلصت من ذاك المكان يقول شوي قال لمدير الشركة بيني وبينك المكان اللي توظفت فيه انت مكان خطير وزينك طلعت منه بسلام يقولوا المكان هذاك اغلبة يسكنون الجن قلت للحمد لله ان اموري مرت على سلام والله يرحم عبد الرزاق هذا يقول خدت نفسي وطلعت من عنده وانتظر مباشرتي اللي راح تكون على احد السفن المخصصة للتنقي والشي القوية جمعت الخير في القصة ان الموضوع ما انتهى بس في البر امتد معاه لين البحر وفي البحر صارت لها احداث اكثر واكبر من الاحداث اللي صارت لها في البر ولكن اتوقع اني راح اخلي القصة هذه على جزئين وروح افصل الجزء هذا على الجزء الثاني لان والله العظيم بعد ما قريت هذه القصة جزء البحر اغرب بكثير من جزء البر ما توقعتم فيه شي يوم من الايام اسمه جن البحر انتظرونا في الجزء الثاني ما راح اطول قريب باذن الله